تحت شعار الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا نظم بتحناوت لقاء تخليدا للذكرى التاسعة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الحدث شكل مناسبة لإبراز مكتسبات المبادرة ولتجديد خراط الأطراف المعنية في تعزيز المنجزات وضمان استدامتها تعتبر الإقليم الحوز من الرائد في المشاهدة للنجازات والأمومة وعندنا التنزيل منظومة الوساطاء الجماعاتيين هذه المنظومة التي تلتسخات في إقليم الحوز من خلال مجموعة التدخلات والمشاريع هذه الوساطات هي مسئلة الوصل بين المؤسسات الصحية والضوائل التي ترى فيها خاصة كبيرة لكي نوصل لهم مختلف الخدمة الصحية لديها علاقة وطيدة بصحة الأم والطفل خلال هذا اللقاء كشفت العروض المقدمة عن إنجاز 1156 مشروعاً بإقليم الحوز خلال الفترة ما بين 2019 و2023 بغلاف مالي ناهز 422 مليون درهم فاصل 9 سهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب393 مليون درهم فاصل 3